دكتور بداية لما نيجي نقول تطوير شامل حصل في قطاع الطرق من بعد 2014 ازاي المشروع القومي للطرق قدر في وقت قصير جدا تطوير البنية التحتية العديد من الطرق في مصر وده احنا لما نقول من 2014 لدلوقتي ده وقت قصير ده وقت قصير فعلا في الطفرق اللي حصل خلينا اقولك ان النقل هو قطاع خدمي بيمس حياة المواطن اليومية وبيأثر طبعا في الاقتصاد المصري وفي نسبة الجزء المعمور من الجمهورية والدولة اخذت على عطقها من 2014 انها تولي قطاع النقل الاهتمام بأتبار ان هو الداعم لمشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها لو كنا بنتكلم على مدن جديدة زي ما انت اشرت يا عبدالصمد عشان نعمل خلخلة في الكسافات السكانية ونقضي على المناطق العشوائية وانا انتشر على مساحة جغرافية اكبر ونعمل جودة في الحياة وفرص افضل للحياة والتعليم والصحة وغيرها كل ده كان محتاج ان انا امد شبكة بنية اساسية على مساحة جغرافية اكبر وده جزء من اجله تم انشاء المشروع القوم للطرق لكن كمان علشان استغل الصروات الطبعية من مناجم ومحاجر وعلشان اعمل مصانع ومناطق صناعية وعلشان استصلح الصحرة وعمل مناطق زي المليون ونصف فدان والدلتة الجديدة والعوينات وتوشكة كان كل دون كل هذه المشروعات العملاقة للمواطن بيشوفها حتى لو ما بيسافرش على التلفزيون ازاي المناطق دي تم زراعتها وازاي تم استغلالها استغلال امثل من اجل الاستفادة سواء في الصروة الغذائية او في الصروة الصناعية او في انشاء مدن جديدة علشان تقدر الناس تنتشر كل دا لم يكن تأكيدا لكلام حضراتكم ليتم بدون وجود شبكة بنية اساسية وعلى رأس البنية الاساسية بتيجي مشروعات النقل والطرق لان الطريق بيتعمل وبعد كده بيتم انشاء خطوط المية خطوط الكهرباء خطوط الصرف وبالتالي بقدر ان انا كمان اعمل قيمة مالية للمكان اللي كان غير مأهول وبالتالي الارض كانت قيمتها المالية منخفضة فلما بيتم انشاء المرافق من بنية اساسية ومنها شبكات الطرق وغيرها بقدر ان انا اخلي القيمة المالية للمكان دوان اعلى فبجزب استثمارات زي ما حضرتك اشارت لان النهاردة لما يكون فيه مستثمر داخلي او خارجي وقوله طالعا اعمل مشروع ومش هديله مرافق طب ما هم مش هيجي لان فيه دول اخرى بتنفسك وبتدي سواء في الجوار الاقليمي او على مستوى العالم بتدي مميزات افضل بتدي مرافق بتديه عديله قطعة ارض مميزة وليكن في الصعيد ولكن مفيش طريق ان انا اوصل هنطلع انتاجه ازاي هنقل البضائع من المواني ازاي اوصلها للمصنع بتاعي طب الناس اللي هجيبهم يشتغلوا هيسكنوا فين ده برضو علشان خطر الدولة دلوقتي بتهتم بكل هذه التفاصيل يعني النهاردة لما بنعمل منطقة صناعية بيبقى فيه اسكان للعملين في المنطقة الصناعية بيبقى فيه شبك الطرق موجودة علشان اقدر اوصل البضائع من وإلى مناطق التصدير والانتاج وغيره مدرسة وكمعة بالضبط ده جزء عبدالصمد اللي هو بنسميه النقل البري يعني كل اللي التعرير عرضه الانجازات العظيمة ده ده جزء من كل يعني النقل البري ده وان الدولة كما اشرته حضراتكم نفزت ما يقرب من خمسة الاف كيلو متر طولي في اطار ما اطلق عليه اسم المشروع القومي للطرق شارك في تنفيذ هذا المشروع العملاء كل اجهزة الدولة سواء اذا كان وزارة النقلة او وزارة الاسكان او الهيال هندسية القوات المسلحة ومن نفزهم المصريين يعني شركات مصرية وطنية وخلينا اقول ان ده معناه ان انا شغلت عمالة كسيفة قطاع النقل بيشتغل فيه 2 مليون شخص سواء مهندس او فني او عامل او فريق معاوية او صناعات تكملية ده معناها ان قطاع النقل بشكل مباشر ساهم في الحد من البطالة ومعدلات ممكن اضيف يا دكتور بس على كلام حالك ان احنا كمان اللي هو وفر هذه العمالة وهي عمالة من الشباب صحيح ان احنا شوفنا اللي بيشرف على الطريق شاب شاب صغير فكرة انت بتنمي فيه وبتخليه بعد ثقة بالنفس والخبرات ونقل التكنولوجيا والكلام ده اشتركوا في القناة